نهاردة فخامة الرئيس وافق على إطلاق اسم المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق على المحور الجديد اللي بيتعمل في شمال شارع تسعة في منطقة المؤطم اللي ما شافش الحتة دي فاته كتير اللي شافها زي حالاتي كنا رايحين أنا وصحابي بقى أنا وكريمه رايحين نتعاش عند واحد في المؤطم بس تعابلنا معديتنا قوي مفكروننا نروح له ناخد في الوسنا مهم يعني فطلعنا على هذا المحور وإحنا رايحين هناك المؤطم عند إيهب صاحبنا فإيهب عبد المنعم المتولي مهم بقى إيه فأنا شخصيا عارف أنت محمد سعد قالك عليها نعمة نتخضيت هنا تخضيت لأ ده حاجة تانية خالص المؤطم وإحنا زغنططين كده كنا نشوف نفسنا نطلع على المؤطم عشان نبص على القاهرة من الجبل بتاع المؤطم فوق نتوعب حركة مرور أوسع وما إلى ذلك اللي حصل دلوقتي مهول الطريق بقى واسع تحس أن انت مثلا إيه على طريق الفيوم الجديد اللي بقى بو سبع حرات ده أولها بتكلم بجد الطريق ده أو المحور الجديد ده اللي هيبقى اسمه محور المستشار عبد المجيد محمود بإذن الله سبحانه وتعالى ده بقى اللي بينقل الحركة المرورية من شرق القاهرة الحتة التانية دي لها بقى التجمع الخامس ومصر الجديدة إلى غرب القاهرة اللي هي ناحيتنا بقى 6 أكتوبر والشيخ زايد والكلام ده فيربط الشرق بالغرب بمحور جديد غير الطريق السياحي والطريق الإقليمي بالمناسبة كم الرابط ده اللي ما كانش حدث كنت هتجد القاهرة وكأنها جراج عملاق هيبقى أكبر جراج موجودة على سطح الكرة الأرضية العربيات كانت هتوقف ما تتحركش خلويس خلويس هاتلي واحد من الناس اللي من جيلنا يعني يقدي كده كان ياخد بعضه مثلا ويتحرك من 6 أكتوبر للتجمع الخامس في أقل من ساعتين ونص النهاردة أنت 45 دقيقة بقيت في التجمع 55 دقيقة بقيت في العاصمة الإدارية ده أخرك حاجة بقت عظمة هيطلق اسم المستشار عبد المجيد محمود تكريما لرمز قضائي كبير عن رحلة عطاء قضائي وقانوني مميزة وقدمت وزارة العدل وجموع القضاء وكل الجهات والهيئات القضائية الشكر لفخامة الرئيس السيسي على هذا التكريم واللي بيؤكد تقدير فخامة الرئيس السيسي لرجال القضاء المتميزين ودورهم الراسخ في خدمة الوطن في خدمة مصر